مولانا النهاردة الصبح كان في حلقة نقاشية واسعة النطاق وكانت بحضور فخامة الرئيس وشارك في المناقشات وتكلم فيها الأساس بتاع هذه الحلقة هي مشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية وأكيد حضرتك تبعت كل التفاصيل في سؤال بقى وهو الأراء الفقهية فيما يتعلق بمسألة أسرة سليمة أسرة صحية عيالة تتربى كويس لأنه فيه ناس تيجي تقولك لا أنا ما أنظمش الناس له أنا أنظم الأسرة ضحرام ناس تقول والله اللي جاي زي ما هو وأنا ما وقفش وما زبأ يعني طول الوقت فيه أفكار من هذا القبيل بتعصف بعقول الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق وجعل لكل شيء سببا فأدبع سببا والصلاة والسلام على سيدنا وولانا محمد بن عبد الله الذي علمنا الفرق بين التواكل على الله بحق وصدق وبين التواكل نسأل الله أن يرزقنا يقين التوكل على الله وبعد فبدأ زي بدء سيد الكريم تنظيم النسل أمر مشروع في الشريعة الإسلامية لأن الله تعالى قال وَلَتُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى المال والبنون زينة الحياة الدنيا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصل المعلومة إلى عموم الناس فقال كفى بالمرء إثمى أن يضيع من يعول هذا الحديث أرجو أن يصل إلى كافة الوعاص والخطباء والمعلمين والمربين لأن للأسف في أفكار متسلفة بتظن أن نصرة الإسلام أو أن انتشاره أو أن قوته إنما يقمن في كسرة الأعداد هو السيد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة وهيباهب إيه؟ هيباهب العلماء بالخبراء بأمة قوية بأمة فيها الصحة والعافية وتأكل من فأسها وتلبس من نسجها وتعيش على نتاجها الله أكبر لكن يوم من نكون عالة على غيرنا بنأخذ تقنية الغير ومحصيل وثمار زرع أو غرس الغير لا الرسول لها مش هيباهبين مش هيباهب مشردين تحت القسور أو الكبار أو حفاة عراه لا الرسول لن يباهب هؤلاء لن يباهب أميين لن يباهوا بيبان يعيشون تحت الفقر الذي هم صنعوه خطبها لك لكن الرسول عليه الصلاة حتى نوصل الحديث الصحيح الرسول يتكلم عن أمة قوية في صحة وعافية وتعتبر معلمة للأمم لأن ذي حتى كان المغزى العميق من إماماته صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالأنبياء والرسل في ليلات الإسراء والمعراك لكن أنا هنا بصحح تناكحه تناسله تكثره مش الكسر هنا عددية لا الكم هنا والكيف لابد أن نراعي الفهم الصحيح للحديث مش معنى أنك يكون عددك كزا لا يا فندم لنحط عندك في الميزان العسكري القرآن قرر قاعدة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله خطبها لك ما نيجي بقى حضرتك لبعض الدعاوة المتسلفة اللي هي بتحض على يعني كسرة الإمجاب بدون ضابط هذا خطأ أولا كما قلنا الحديث كفى بالمرء إثمن أن يضيع من يعول يعني إنسان عارف إمكانياته المالية حدوده الاقتصادية ثم ينجب 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 بدون حساب لا يعرف يطعم ولا يكسي ولا يعلم ولا يربي يبقى ضيحهم سيتحمل أوزارهم إثم نعم ده رسوله ليه ده الحديث يخوف كفى بالمرء إثما ما قالش خطأ لا 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 ما قالش عيبة لا إثم كبير جدا إن يجيب عيال يبقى مشردين في الشوارع وعيال يعني حفاة عراء مرضى قد تبالك أو يطلعوا بلطهية أو يطلعوا مجرمين أو إلى آخره ويسخل على لا 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 إنما حضرتك قد يفيد الإنجاب لشعوب قليلة أو لبيئات قليلة لكن الإسلام لم يعني يمنع تنظيم الناس ولذلك كانت بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن بدأت تحملنا ماءا لتنظيم مسألة الحيض ومنزلت فيما بعد التبويض أو منزلت الحامل أيضا إن كان يوجد عند المسلمين في عهد النبي وشوف الحديث في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلم ينهنى العزل يعني الحياة في العلم نقولها بس بألطف عبارة وضغة إشارة يعني يجعل ماء المني بعيدا عن الموضع لاحظتها كذا كتبها لحضرتك بحيث إن ما يحصلش حمل يا سيدي لو كان ممنوعا للقرآن لأن النبي لا يسكت على خطأ والقاعدة عندنا في الفقه الإسلامي البيان لا يؤخر عن وجه الحاجة يعني لو كان العزل اللي هو يعتبر وسيلة آنذاك لتنظيم النسل حراما لبين الله ذلك طبعا لأن النبي لا يسكت على خطأ ولا يقر على خطأ ولكن هذا كما كان موجود ولم ينسخ يعني كنا نعزله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنا بقى سأسري برنامجك الجميل اللي تفاعل معه اللقاء المسمر لباني مصر الجديدة أو الجمهورية الجديدة السيد الرئيس عفتاح السيسة حفظه الله سبحانه وتعالى سيد الكريم انظر إلى أعلى بيت في آلة بيت رسول الله والصحابة رضي العنو بيت السيدة فاطمة الزهرة وسيدنا الإمام علي رضي العرض ها الزهرة كانت كام سلاسة ثلاثة بس سيدنا الحسن إيه رأيك وسيدنا الحسين والسيد يا زينب عدم رضوان والله هم دول اللي فاهمين توجيهات الإسلام صح مخلفوش تمانية وخمسة وسبعة وعندما كان عندكم لحم وكم عضم وحد قال لخلف كوم اللحم وكم العضم ايه ده الكلام ده من أكتر من 1400 سنة نعم بقول الكلام ده فين في شبه الجزيرة العربي شوف أنا بقولك بقى قدم بيت من أرفع البيوت بس من أعظم البيوت اللي فاهمت رسالة الإسلام ويرات المثل ده يصل أيضا لزملائنا وتلامزنا الوعاظ وإمة المساجد أن بيت سيدنا الإمام علي رضو الله عنه وبيت السيدة فاطمة الزرارة دول الله لم يضم إلا إلى سلاسة نحن نتكلم عن الوقت كانت في الثقافة بتاعة الشعوب والحضرات المختلفة نعم نعم أنه لا عادي يعني خلف زي ما أنت عايز بش حال لا 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 شوف بقى بيت الرسول اه أنا بقول لك أوه ويا كانت حجرتها خلف بيت الرسول على طول فأنجبت الأخبار الثلاثة سادتنا الحسن والحسين وزينة بردن عنهم وأرضهم لم يجي واحد يلعباء في عقول الجوالاء أنا بس ببصد ليه يبين لهم أن السيدة فاطمة نظمت النسل أن الإمام علي نظم النسل أن النبي كان يعلم لأن النبي كان بيمر عليهم يومين خلي بالك في الريحة والجاية وبالزاد في الصباح كان يدق عليهم الباب وكان يوقزهم لصلاة الصبح وهكذا فإذا هذا نموذك فلم يجي النهاردة الدعوة المباركة من ولي أمرنا أبقاه الله سيدة الرئيس حفتاح السيدة حفظه الله على تنمية الأسرة أول شيء تنظيم النسل أول شيء أنك عايز تنمي ليه؟ لأنك تجعلها أسرة قوية تجعلها أسرة تستطيع التعليم تستطيع العلاج تستطيع الغذاء تستطيع الكسوة خدت بالك